السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انهلا على الدرس التاني صفحة واحد وستين من كتاب الاضواء. الصف السيد اسأل ابتداء. السؤال الاول اكتب كل جملة من ما يلي في صورة معدل وحد. يعني ايه معدل وحدة? يعني الحد التاني يكون واحد. ده كده بعتبره الحد الاول وده الحد التاني. الحد التاني لازم يكون واحد. خليه واحد ازاي? هناسم البسط والمقام على عدد يقبل الاسم على البسط والمقام. لحد ما خلي الحد التاني التلاتة ده تكون واحد. يبقى عندي ادي التلاتة عايزها تكون واحد. طبعا في البسط تسعة. هنا التلاتة بقت واحد يعني ازام تاعة التلاتة في المقام. هسم على التلاتة في البسط. تسعة التلاتة هتديني تلاتة. وطبعا التسعة دي كانت ملعقة. والواحد دي كان كوب. نشوف رقم اتنين. عندي هنا تمنتاشر كيلو متر لكل ستة لتر. طبعا الستة دي انا هاتي عايزها عايزها تكون واحد. وهاتي التمنتاشر كيلو متر. طبعا هنا الستة بقت واحد يعني اسمنا على الستة هاسم في البسط على ستة. ثمنتاشر على الستة هتديني تلاتة. طبعا التمنتاشر دي كانت كيلو متر. يبقى كيلو متر. والستة دي كانت لتر ك coilsuga. ونشوف السؤال اللي بعد وسؤال رقم تلاتة. اربعتاشر جنيه لكل اتنين كيلو جرام برتقال. انا عندي هنا قدي الاربعتاشر. ودي الاتنين. الاتنين عايزة هتبقى واحد. اسمت على الاتنين. اسم فوق على الاتنين. اربعتاشر على اتنين. هتديني سبعة. الاربعتاشر ده كان جنيه. والاتنين دي كانت كيلو جرام. هنا السبعين. سبعين شخص. وهنا عشر غرف. العشر عايزة تبقى واحد. اسمت على العشر. اسم فوق على العشر. هتديني سبع. سبع اشخاص. وواحد غرفة. ونشوف السؤال اللي بعد سؤال رقم خمسة. هنا برضو خمسة وتلاتين. على السبع. هخلي السبع ده واحد. اسم على السبع. خمسة وتلاتين على السبع هتديني خمسة. فوق قطع حلوة. يبقى هنا خمس قطع من الحلوة. وهنا السبع اشخاص. هنا واحد ايه? شخص. برضو هنا التمانين على العشرة. هخلي العشرة ده بقت واحد. هاسم على العشرة. تمانين على العشرة. هتديني تمانين. هنا تمانين حقيبة. يبقى هنا تمنحة قائب. هنا عشر دقائق. هنا واحد دقيقة. بعد كده باخد التمانية واربعين سندويتش لكل اتناشر شخص. عايزها للشخص الواحد. يبقى هاسم على الاتناشر. تمانية واربعين على الاتناشر هتديني الاربع في اتناشر بتمانية واربعين. ده سندويتشات. يبقى دول اربع. سندويتش. هنا اتناشر شخص. يبقى هنا واحد شخص. برضو بنفس الطريقة سعر رقم تمانية. هناخد التلاتة وستين على التسعة. هخلي التسعة ديت واحد. يبقى اسم على التسعة فوق. تلاتة وستين على التسعة السبعة في تسعة. طبعا هنا غرفة. يبقى هنا زيها. وهنا طوابك. يبقى هنا طوابك. وطعا نشوف السعر رقم اتنين اختر الاجابة الصحيحة. يعمل خالد بشكل منتظم. فازا عمل تمانية واربعين ساعة في ستة ايام. ادي التمانية واربعين ساعة ودي الستيام. فان عدد ساعات العمل في اليوم الواحد. عايزة الستة دي تبقى واحدة. ادي التمانية واربعين ساعة على الستة. هنقسم على الستة بسط ومقام. هقسم هنا على الستة هتديني واحد تمانية واربعين على الستة هتديني تمانية ستة في تمانية بتمانية واربعين. يبقى عندي هنا التمانية واربعين بقى كام? بقى التمانية يبقى اختار. وطبعا هنا ساعة وهنا يوم. بسهر رقم اتنين تصنع ريم خمس كعكات كل ساعتين. بتصنع خمس كعكات. خمس كعكات في الساعتين. فان عدد الكعكات اللي تصنعها في ساعة واحدة. هقسم على اتنين. اتنين على اتنين هتدين واحد. خمسة على الاتنين هتدين اتنين ونص. خمسة جنيه على فرضين هتديني اتنين ونص. بس الرقم تلاتة تقوم ادارة الشركة بتوزيع مكاتب بحيس يكون. ست مكاتب لكل تلات غرف. ست مكاتب على التلات غرف. ست على التلاتة هتديني اتنين مكتب. فان عدل المكاتب كل غرفة يبقى ستة على التلاتة هتديني ايه? اتنين. بس رقم اربعة. معدل الوحدة هو معدل يقارن بين كمية ما ونقاط من كمية اخر بيقول لي معدل ايه معدل وحدة يبقى الحد التاني ايه وحدة واحدة الحد التاني يبقى واحدة واحدة فقط مش وحدتين لازم معدل واحدة يبقى الحد التاني واحدة سواء رقم 5 معدل الوحدة المناسب للمعدل 8 لتر لكل اربع قرارات طبعاً 8 لتر على الاربع قرارات هو عايزة معدل واحدة يعني عايزة الاربع دي واحد هنقسم على الاربعة وقسم فوق على الاربعة تمانية على الاربعة ضدين اتنين يبقى اتنين لتر لكل ايه قرورة اتنين لتر فوق لكل ايه قرورة فين بقى اه لترين لكل قرورة لترين يعني اتنين السؤال اللي بعده سؤال رقم 6 اذا كان معدل الوحدة لانتاج مصنع حلوى هو مية وسبعين ده معدل الوحدة مية وسبعين قطعة حلوى لكل ساعة فان عدد القطعة الحلوى التي انتجى المصنع فيه عشر ساعات ايه دي معدل الوحدة كان على الساعة الوحدة هو عايزهم يبقى عشر ساعات يعني ده رفع عشرة هضرب فوقه في عشرة اكتبى المية وسبعين وهحط صفر العشرة يبقى 1700 اخر سؤال معنا في الصفحة دي سؤال رقم 7 اذا كان معدل الوحدة لملء خزان المياه هو 25 جزء من ماء دقيقة لكل لتر مية 25 من مية لكل لتر لكل واحدة معدل وحدة فان الزمن اللازم الزمن اللازم ده كان مكتوب فوق ولا تحت احنا بنقول معدل وحدة لملء خزان المياه ده 25 دقيقة وده اللتر هو عايز الزمن الزمن لدقيقة ولا لتر لا الزمن دقيقة الزمن اللازم لملء 100 لتر يعني هنا اللتر هو ملء 100 لتر الواحد بقى كام الواحد بقى مية يبقى ضرب في مية اضرب فوق في مية هضرب في مية حرك العلمة العشرية الرقمين على اليمين هتبقى خمسة وعشرين نشوف في الصفحات تاني بسم الله شقر رقم ثلاثة لاحظ النمازج آتية ثم اوجد معدل الوحدة لكل منهما طبعا انا عندي نموزج المزدوج مرسوم جاهز فاحنا هنشوف منه معدل الوحدة ايه معدل الوحدة يعني الحد الثاني بوحد انا عندي ده الحد الاول وده الحد الثاني الحد الثاني عندي ستة مية وعشرين فوق ودي الستة تحت عايزة معدل الوحدة يعني عايزة الستة دي تبقى واحد هقسمها على الستة هقسم فوق على الستة 12 على الستة هتديني اتنين وعندي صفر هنزله يبقى يبقى عشرين على ايه على واحد هنا المسافة بالمتر يبقى ده متر هنا الزمن بالثواني يبقى ده واحد ثانية السؤال اللي باعده هنا عدد قطع الحلوى وعدد العلوى طبعاً هنا الواحد بقى خمسة يعني ادرب في خمسة هنا ضربت في خمسة يبقى هنا ايه اللي ادربه في خمسة يديني خمسة وعشر او اقوله خمسة عشران على الخمسة يبقى هنا في النقاط معي كانize 5 قطع هو عايز معدل الواحدة يعني المقام واحد قد المقام بواحد يبقى كانت 5 قطع حلوى لكل ايه عدد العلوى لكل واحد قلب السؤال اللي بعده سؤال رقم تلاتة عندي هنا عدد الالعاب تمانية وعشرين وعدد الاطفال اربعة عايز معدل الوحدة يعني التمانية وعشرين على الاربعة عايزها تبقى المقام يبقى واحد تقسم على الاربعة فوق هنا اربعة الاربعة داتني واحد تمانية واربعين على الاربعة هدي ديني ها دي تمانية وعشرين تمانية وعشرين اربعة هدي ديني سبع طبعا فوق عدد الالعاب يبقى سبع العاب عدد الاطفال يبقى واحد طفل ونشوف السؤال رقم اربعة هنا ستة وثلاثين وهنا اربع outros ستة وثلاثين وهي الاربعة عايز المقام يبقى واحد أسعمت على الاربعة ستة وتلاثين على الاربعة هتتديني تسعة. هنا عدد ساعات العمل. يبقى هنا تسع ايه? تسع ساعات. وهنا عدد الايام يبقى واحد يوم. بس الرقم خمسة. هنا عدد الصفوف واحد بقى تلاتة. ضرب في كم? ضرب في تلاتة. هنا بدل ما هضرب في تلاتة ممكن اقسم على تلاتة. يقول له ايه للضرب في تلاتة? اداني سبعة وعشرين. فهناخد التسعة او اقول له اسم سبعة وعشرين التلاتة برضو هتديني تسعة. وتعالى هنا نجيبنا عدد الوحدة طبعا كده كده هي جاهزة المقام عندي واحدة هاخد التسعة على الواحد بس هقول له التسعة دي تسعة سيارات. وهنا واحد صف. هنا برضو هناخد الخمسة واربعين على التسعة. هنا المقام بقى ايه? واحد. ايه ازا واحد اسم على التسعة. خمسة واربعين على التسعة فيها الخمسة. هنا عدد النزلاء يبقى دنزيل. وعدد الغرف يبقى دي غرفة. للي بعد. لحظة الكداول الاتية ثم اجيب مستعينا بمعدل الوحدة. هنشوف الجدول وهن ايه? وهنحلها برضو بمعدل الوحدة. بقول لي تتدرب آآ تلات صديقات للمشاركة في مسابقة القفز بالحبل والجدول المقابلة وضح نتائج تدريب كل من هنا بشكل منتظم. اوجد معدل الوحدة لسارة ومعدل وحدة الرنة ومعدل وحدة التاني. يعني ايه معدل وحدة? يعني هنخلي كل المقامات دهيت بوحد. هنخلي كل المقام بوحد. اول حاجة سارة اللي هي خمسمية ستة وسبعين على الستة. طبعا عايزين نعمل اسمه مطولة على الستة. ممكن نقسم على طول من غير اسمه مطولة. هناخد العدد الاولين خمسة على ستة ده صغير. فناخد السبعة وخمسين. عايز عدد اضربه في ستة يدينا حاجة قريبة للسبعة وخمسين. هنبدأ من جدول الستة طبعا السبعة وخمسين رقم كبير. فهنبدأ من اول التسعة. الستة في تسعة باربعة وخمسين. طبعا ما ينفعش اخد الستة في عشر. يبقى احنا هنا ياخد التسعة. الستة في التسعة بكام? باربعة وخمسين. ظلت السبع وخمسين لحد الاربعة وخمسين. يعني السهلي i black 55 and you sette & g 57 ase, السهلي كام عدد? 3 اعداد. ثلاثة يعني يعني 3 احطها جنب الستة. هتبقى الستة وتلاتين. يبقى الستة ده هي? بقت ستة وتلتين. ستة وتلاتين على الستة. هتتيني إيه؟ هتتيني ست. يبقى كده بقت معدل واحدة. يعني المقام بايه? بواحد. تامم. هنا كانت عدد القفزات يبقى دي ايه ستة وتسعين قفزة وهنا الوقت بالدقايه يبقى واحد دقيقة نشوف السؤال اللي بعده هنا عايز معدل ايه الوحدة اللي هي الخمسمية على الاربعة عايز الاربعة دي تبقى واحد هقسم على الاربعة فوق هنا خمسين على الاربعة عايز عدد يقبل على الاربعة لو خدت الاربعة نبدأ بمين نبدأ على الخمسة خمسة على الاربعة ده جاهزة خمسة على الاربعة تديني واحد وبقى معامل خمسة واحد لان انا نزلت لحد الاربعة هحطه جنب الصفر هيبقى عشرة عشرة على الاربعة هنا لو خدنا الاتنين فاربعة هتديني تماني تلاتة فاربعة باتنشر هتبقى اكبر فناخد الاتنين فاربعة بكم بتماني انا كان عندي عشر وانا نزل الحد الثمانية يعني لسه لي رقمين معايا الرقمين اللي معايا حطوهم جنب الصفر اللي بعد وبقى عشرين عشرين على الارباعة هتديني خمسة لو انت عايز هتحلها اسم المطولك ما فيش مشكلة مية خمسة وعشرين قفزة برضو لكل ايه دقيقة وتعال نشوف السؤال الرقم جيم اوجد معدل الوحدة لتهين ادي خمسمية خمسة واربعين على الخمسة عايزين المقام ده يبقى واحد هاسم على الخمسة خمسة على الخمسة هتديني واحد تمام اربع على الخمسة لقد الاربع دي صغيره عن الخمس اربع على الخمسة ومكانش باقي معايا حاجة حطوه جنبه فهي اربع اصغر من الخمسة فحط لها صفر واخد العددين بقى اللي جنبها خمسة واربعين على الخمسة هتديني تسعة يبقى مية وتسعة قفزة لكل ايه دقيقة نشوف بقى السؤال اللي بعده اي المشتركات تتوقع لها الفوز في المسابق طبعا كل كده المعدلات بقت وحدة فانا هبص على البسط هنا ستة وتسعين اللي هي بتاع تسارة هنا مية خمسة وعشرين هنا مية وتسعة مين اكتر واحدة فيهم اللي هي مية خمسة وعشرين يعني اسمها رانو نشوف السؤال الرقم اتنين ينتج مصنع لاجهزة القهربائية الانواع السلاسة الموضحة بالجدول المقابل بشكل منتظم اوجد معدل وحدة لانتاج التكييفين عندي هنا اول حاجة هناخد التكييف 20 واربعين على التماني تعال انبسط هنقسم على التمانية تتيني وحد اتنين على التمانية الاتنين صغيرة فانا هاخد الارباء وعشرين على التمانية Vert through TER وعندي الصفر هنزله بقى التلاتين تلاتين لكل ايه واحد عندي تلاتين ايه بقى التكييف عدد الاجهزة ده تكييف تلاتين تكييف وهنا الوقت بالايه بالساعات يبدأ واحد ساعة الساعة رقم بيع اول معدل الوحدة لانتاج السلاجات التلاجة عندي اتنين على السبع تعال انا نقسم على السبع ايه دي المقام واحد اربعة وعشرين على السبع لان طبعا الاتنين صغيرة هنخش على طول على الاربعة وعشرين هنا هناخد الجدول السبعة الاتنين في سبعة باربعة عشر التلاتة في سبعة بواحد وعشرين اربعة في سبعة بتمانية وعشرين فالاربعة في سبعة كبيرة فانا هياخد التلاتة في سبعة بواحد وعشرين الواحد وعشرين يعني للسالي الاتنين وعشرين والتلاتة وعشرين والاربعة وعشرين يعني للسالي تلات اعداد بس انا خدت التلاتة فنا هكتب التلاتة الأول وبقي معي كم وبقي معي تلاتة أنا عايي هنا خمسة أحط جنبها التلاتة بقت خمسة وتلاتين على السبع خمسة وتلاتين على السبع هتديني خمسة هنا خمسة وتلاتين سلاجة وهنا واحد إيه ساعة أوجد معدل الوحدة لإنتاج المروح أدمية خمسة وتمانين على الخمسة وهنقسم برضو وخلي المقام واحد هنا اسمنا على الخمسة 18 على الخمسة هننزل لعدد يقبل على الخمسة هننزل لحد الخمستاشر 15 على الخمسة هتديني 3 طيب واننزلت لحد الخمستاشر يعني السلسة 16 والسبعتاشر والتمنتاشر يعني بقي لي 3 وانا معايا هنا كام 5 حط جنبها الثلاثة بقت 35 35 على الخمسة هتديني كام هتديني 7 وده مروحة لكل برضو ساعة وطعا نشوف اخر سؤال في الصفحة دي اي من الاجهزة انتاجها هو الاكسر في الساعة الوحدة اكتر حاجة طبعا ده كده المقامات كلها واحد فانا ببصه على البصد 30 35 37 يبقى المروح هي اكسر حاجة وطعا نشوف الصفحة التانية بسم الله سؤال رقم 5 اجب عماياتي اقطع رومي بدرجاته ومسافة 25 كم في الساعة ايه دي يقطع رومي مسافة 25 كم في الساعة من رومي وخالد المل بقى سرعة كل من هما ثابت تمام عايز المعدل وحدة يعني عايز المقام ده بواحد يعني سمع الخمسة سمع الخمسة فوق تحت خمسة وعشرين للخمسة هتديني خمسة طبعا دي خمسة كيلو متر ودي واحد ساعة ده كده معدل الوحدة المين رومي تعالى نخلي المقام ده واحد هسي مع التلاتة تلاتين على التلاتة هتديني عشرة عشرة كيلو متر لكل برضو ايه ساعة يبدا معدل الوحدة المين لخالد ونشوف الرقم اتنين تقرأ هو ده 72 صفحة في 12 دقيقة دي 72 على ال 12 ودي صفحة ودي دقيقة تعالى نقسة هنا 72 على ال 12 عايزها عايزها في الدقيقة عدد الصفحات تقرأها في الدقيقة الواحدة يعني عايز المقام ده يبقى واحد هاسم على ال 12 هتديني ال 6 في 12 في 72 يبقى 6 ايه؟ 6 صفحة شوف السوق رقم 3 بدأت بدأت انت وصديقك هنا بدأوا في تأسيس شركة علشان يخصولوا النوافذ يتم غسل 9 منازل في 3 ساعة اوجد معدل الوحدة 9 منازل في 3 ساعات طبعا هنا عايز معدل الوحدة عايز التلاتة تتبقى واحد ساعة هاسم على التلاتة تسعة تلاتة هتديني تلاتة يبقى 3 منازل لكل ايه؟ ساعة 3 منازل لكل ساعة صار رقم باء مع عدد المنازل التي يتم غسل نوافذها في الساعة الواحدة عدد المنازل طبعا عدد المنازل 3 منازل محمد الساعة لنا نسأل رقم جيب ما اجمالي عدد المنازل التي يتم غسل نوافذها عند العمل لمدة خمس ساعات هشتغل لمدة خمس ساعات انا باخسل في الساعة الواحدة 3 منازل الساعة الواحدة 3 منازل في الساعة عايز الواحد ده يبقى خمس ساعات لان ده ساعة وده ايه؟ ثلاث منازل وده برضو ساعة عايز الواحد يبقى خمس هضرب في ايه؟ يبقى هنضرب فوق في خمسة هضرب فوق في خمسة التلاتة في خمسة بخمستاشر ده كده آآ الساعة الثلاث منازل آآ رسلهم في ساعة الخمستاشر منزل هيخسلهم في خمس ايه؟ ساعات يبقى الخمستاشر منزل هيتغسلوا في خمس ايه ساعات هو عايز ايه بقى؟ اجمال عدد المنازل اللي يتم غسل نوافذها لمدة خمس ساعات لمدة يومين يعني كمان هناخد هاي؟ خمستاشر ده لمدة يومين يعني الخمستاشر مرتين خمستاشر منزل وخمستاشر منزل هيتدوني كام؟ تلاتين منزل سؤال اللي بحده سؤال رقم اربعة يقطع حيزي بسيارته مسافة ميتين وخمسين كيلو متر في الساعة بشكل منتظم اوجد عدد الكيلو مترات يقطع عايزي في الساعة الواحد. ادي المتين وخمسين على الخمسة عايزين هتبقى واحد هاسم على الخمسة فوق زي مقسمت على الخمسة تحت. هنا خمسة وعشرين على الخمسة هتديني خمسة وعندي صفر هننزله. يبقى خمسين ايه كيلو متر دي فوق وتحت واحد ساعة. اوجد المسافة الاقطاع عايز في عشر ساعات. يعني الخمسين احنا بنقول الخمسين على الواحد. عايز الواحد دهو يبقى عشر. هضرب فوق في عشرة تبقى كام? تبقى خمسمائة كيلو متر لكل ايه? عشر ساعات. وتعا نشوف السؤال الرقم ستة. السؤال اللي فوق محلول تعا ندخل على سؤال رقم واحد على طول. صندوق فاكهة. وعايز ايوجد معدل للوحدة. لكل مقف. تمام. عايز برضو المقام واحد. صندوق فاكهة كتلاته اتناشر كيلو وسعره متين واربعين جنيه. صندوق فاكهة ده وزنه اتماشر كيلو وسعره متين واربعين جنيه. يعني اتماشر على المتين واربعين. تمام. ما سعر ميت كيلو جرام. عايز سعر ميت كيلو جرام. ايه دي عايز سعر ميت كيلو جرام. من الفاكهة من نفس النوع. عايز سعر ميت كيلو جرام. من ايه? من نفس النوم طبعا هنعوز نبسط الأول عاية ذا كسر واحدة. عائزة معدل الوحدة الاول. طبعا هو هنا عايزة عايزة اجيب 8. انا عندي الاثنشر کیلو متين واربعين جنيه. انا عايزة اجيب ثمن حاجة واحدة معدل الوحدة. يعني دامن الكيلو الواحد بكام. طبعا الاثنشر كيلو بمئتين واربعين جنيه. هسم على الاثنشر هتديني واحد. هسم على اطنشر هتديني عشري. هنا الواحد بقى مية. طرفت في مية. هضرب في مية هتبقى الفين بس هنا المعدل الوحدة انا عمله فوق فطبعا احنا هنغير عشان نخلي معدل الوحدة والحد التاني تعال انا بقى نحلها برة هناخد المتين واربعين ده فوق وخلي الاطناشر تحت عشان يبقى معدل الوحدة والحد التاني هي عمتا هتطلع نفس الرقم بس كده افضل هنسمع على الاطناشر هتديني عشرين هنسمع على الاطناشر هتديني واحد ده كده معدل الوحدة عشان يبقى لحد التاني هو الواحد. هنا بيقول لي عايز سعر ميت كيلو جرام. طبعا العشرين هنا ده جنيه. وده كيلو. عايز ايه بقى? سعر ميت كيلو. الكيلو فين? الكيلو دحت. اهو. هنا اضرب في مية. اضرب فوق في مية. هاديني كام? هاديني? الفين جنيه. يبقى معدل الوحدة عندي هنكتبه. اللي هو كام? عشرين. على الواحد. عشرين جنيه على واحد كيلو جرام. ده كله بيساوي ايه? الفين. هادي المية. وهنا الالفين. الفين طبعا جنيه. لكل متة ايه? كيلو جرام. يبقى سعر المية. هنا هقول له الفين جنيه. وتعا نشوف السؤال اللي بعده. سؤال رقم اتنين. بولي يضخ صنبور مية. تمانية لتر لكله اربع دقايق. عايز معدل الوحدة. ادي تمانية لتر للاربع دقايق. هنقسم على التمانية فوق تحت. على الاربعة. دي فوق تحت. تمانية على الاربعة الديني. اتنين. اربعة على الاربعة الديني. واحد. طبعا ده لتر. ودي ايه? اربعة. اربعة دقائق. هتبقى هنا برضو اتنين لتر واحد ايه? دقيقة. اتنين لتر واحد دقيقة. ده كده معدل واحد. اتنين لتر. ودي واحد دقيقة. طيب عز اللترات اللي هيضخافة عشرة. انا عندي الدي ايه? الواحدة عايزها عشر. هضرف عشرة فوق. هتديني عشرين لتر. نشوف السؤال اللي بعده سؤال رقم تلاتة. آآ تستهلك سيارة عشرين لتر من البنزيم لقطع مسافة مية كيلو متر. هاخد المية فوق مية كيلو متر على العشرين لتر. نجي معدل الوحدة. عايزها ده واحد الاول. هخلي العشرين ده واحد. هقسم على عشرين فوق وتحت. او هنشيل الصفر مع الصفر. وعشر على الاتنين. ايه ديني خمسة يبقى خمسة كيلو متر. ده كده للواحد ايه لتر. هو عايز المسافة المقطوع عشرة لتر. يعني الواحد ده عايزه عشرة. هضرف عشرة فوق. ايه ديني خمسين متر. ايه خمسين كيلو متر. ونشوف السؤال اللي بعضه. سؤال فكر. بسم الله. تمن تمنتاشر تذكرة مية ستة وعشرين جنيه. مسائل الواحدة الواحدة. هاخد المية ستة وعشرين. على التمنتاشر. هنقسمها برة. بسم الله. طبعا دي لو على رقم هنقسمها على طول. لكن ده علشان على رقمين. هنجرب بقى ايه. تعال نبدأ بنعمل كدوة اللي التمنتاشر. نبدأ بالاربعة مسلا. الاربعة في تمانية باتنين وتلاتين ومعنى التلاتة. اربعة في واحد باربعة. وتلاتة سبعة. طبعا بعيدة اصغر ما ينفعش بان اخد المية ستة وعشرين كلها. فانا عايزة حاجات تديني مية ستة وعشرين. هنا الستة في تمانية بتمانية واربعين. ومعنى الاربعة ستة في واحد بستة واربعة عشر. برضو بعيدة على ناخد السبعة. سبعة في تمانية بستة وخمسين. ومعنى خمسة سبعة في واحد بسبعة. وخمسة يدين اتنون وشرطة يبقى عندي السبعة فوق والمية ستة وعشرين تحت يبقى كده خلصت يبقى عندي النادي الكام السبعة على واحد السبعة دي بقى فوق كان الجنيه يبقى سبعة جنيه لكل ايه تسقر نشوف السؤال اللي بعده هنا تمان عشر واجبات مية وخمسين جنيه اخد المية وخمسين جنيه على العشر واجبات هنقسم فوق هنشل صفر مع صفر هنقسم على العشر فوق وتحت الدين وفوق خمسة تاشر وتحت ايه وحد يبقى خمسة تاشر ايه جنيه لكل واجبات نشوف بقى اوافق او لا اوافق ما كان للطباعة تطبع بمعدل متين واربعين ورقة فاربع دقايق يعني متين واربعين على الاربعة خليها كسر واحدة وبعدين نشوف عايزي حاسم على الاربعة اربعة عشران على الاربعة هتديني ستة وعندي صفر هنزله يبقى ده ورقة وده ايه دقيقة يقول رامي ان عدد الورقة اللي زي تطبعها الماكينة في الدقيقة الواحدة هو ستين رامي بيقول عدد الورقة اللي بتطبعها في دي الواحد ستين اه دي الورقة ستين فهل توافقه طبعا اوافقه تعالي بقى نشوف ايه اختبر نفسك بسم الله معدل يقرن بين كمية ما ووحدة واحدة من كمية اخرى عايز المعدل اللي بيقرن بين كمية ما ووحدة واحدة من كمية تانية وحدة واحدة يبقى معدل ايه معدل واحدة نسأل اللي بعده تقطع هده مسافة عشرين متر في عشر سوين عشرين على العشرة عايزها سانية واحد يبقى عايزة واحد تمام هزم فوق على العشرة عايز عشرين على عشرة هتديني اتنين. فين لاتنين اهي. صار رقم تلاتة المعدل الذي يعبر عن زمن تلاتة كيلو جرام من الفاكهة بيسوي خمستاشر. تلاتة كيلو جرام. بيسوي خمستاشر جنيه. اه لا. خمستاشر فوق. الخمستاشر فوق والتلاتة تحت عشان نخليها معدل واحدة. خمستاشر جنيه فوق. وكيلو جرام تحت. طيب هنا عايز المعدل بيعبر مش عايز تبسيط. لأ مش عايز تبسيط خمستاشر على التلاتة بس مش عايز الناتج كده. نشوف السؤال اللي بعده. بسم الله. اكتب معدل الوحدة. عايز كل واحدة تمام. هنا اخد المية وخمسين سعر الفاكهة الموز مية وخمسين جنيه لكل عشرة كيلو. ده جنيه وده كيلو. هنقسم على العشرة. عايز وحدة. يبقى كله هنحل بواحد. واحد كيلو جرام. هنشيل من هنا صفر هتبقى لي خمستاشر جنيه. هنا ينتج مصنع ستة اطنين من الارز في في تلات ايام. ستة على التلاتة. ست اطنين على التلاتة. هنا هنخليها واحد. سمع التلاتة ستة على التلاتة هتديني. اتنين طن لكل ايه يوم. تحتاج الوصفة الى اتنين كوب من الدقاء لكل اربع ملعق سكر. يبقى اربعة على الاتنين. هتديني هنا واحد. هنقسم على الاتنين هتديني اتنين. يبقى اتنين بقى كانفوكت بين الاربع يعني ايه ملعقه. وهن واحد ايه. واحد كوب تقي. هنا اربعة وعشرين برج بيه اربعة وعشرين لكل ستة طوابق. اربعة عشرين شقة لكل ستة طوابق. عايز واحد قسم على الستة اربع عشر على ستة فيها الاربع. اربع ايه? اربع شؤاء لكل ايه طبق. يحصل عامل على سبع مية وعشرين جنيه مقابل تسع ساعات. عايزها واحدة هقسم على التسعة. هنسم على التسعة فوق وتحت. طيب هنا اتنين وسبعين على التسعة. اللي اضربه في تسعة دين اتنين وسبعين. التمانية في تسعة باتنين وسبعين وعند سفر بنزله. هنا طبعا دي كانت جنيه يبقى تمانين جنيه. لايه? للواحد ساعة. سؤال ستة يقطع علاء بسيارته مسافة مية وعشرين كيلو متر في ساعتين. اه دي الاتنين. عايزها واحد تقسم على الاتنين. اتنشر على الاتنين. فهل ستة وعلى سفر بنزله. هنا طبعا فوق كانت كيلو متر. وهنا واحد ساعة. نشوف الرقم ثلاثة. الجدول المقابل يعبر عن معدل انتاج كل من صار واسهام وعلياء للمفارش الهدوية خلال الايام المحددة. ما معدل الوحدة لانتاج صار. تعال نشوف معدل الوحدة لانتاج صار. ادي خمستاشر. خمستاشر مفرش في التلاتية عايزها في اليوم. يبقى ادي ايه? هاسم على الثلاثة خمستاشر على الثلاثة. هتديني خمس. يبقى خمس ايه? خمس مفارش لكل يوم. معدل انتاج سهام سهام طمانتاشر على الستة. عايز المقام ده واحد. اسم على الستة هتديني تلات. تلات برضو مفارش لكل ايه? لكل يوم. معدل الوحدة. انتاج علي. دي علي. عشرين على الخمسة. هاتديني اربع اه. هاسم على الخمسة عشرن الخمسة هتديني اربع برضو مفارش. اربع ما فرج لكل ايه? ايه? ايه من هما يكون انتاجها اكثر. طبعا كل الوقت واحدة. ربع على واحدة. تلاتة على واحدة. خمسة على واحد. يبقى summit اكتر لها خمسة على واحد. اللي هو انتاج مين? انتاج صاره اكثر. اخر سؤال معنا سؤال رقم اربعة كده يبقى احنا الحمدلله خلصنا كل اسئلة الدرس ناخد سؤال الرابع يصنع شهاد اتنين واربعين فطيرة بيزا لكل ست سعيد اتنين واربعين على الست سعيد اتنين واربعين فطيرة ودي ست ايه سعيد هنقسم على الستة فوق وتحت هتديني واحد نجيب المعدل الاول بقى نشوفه عايزين هنا هتديني سبعة فطائر دي سبعة فطائر لكل ايه ساعة تعاني شو بقى عدد فطائر البيتزا اللي هاته انتجها في الساعة الواحدة يبقى سبعة نحلناه سبعة فطائر الوقت اللي يزم لصنع واحد وتسعين فطيرة بيزا يعني الاتنين واربعين دي انا عايزها عايز الوقت الوقت مش الفطار تمام يعني هنا ما احنا كانت بين اتنين واربعين فطيرة في الست ساعين فاحنا بنقول احنا معنا سبعة في الساعة الواحدة هو عايز الوقت اللي يزم عشان اصنع واحد وتسعين فطيرة عايز ايه عايز الوقت يبقى هنا اول واحد وتسعين فطيرة كم ساعة انا معرفشي لكن اللي احنا عارفينه ان هو بعمل سبعة فطاير في الساعة الواحدة عايز عارف بقى هو بيعمل وقت ادي ايه? هنا السبع بقت واحد وتسعين. اض وابت في طريقة الاسم اقول له واحد وتسعين. على السبع. تسعة سبعة هتديني واحد. الاتنين في سبعة باكبر. هاخد الوحد. ونزلت من التسعة لحد السبعة يعني للسالي التمانية والتسعة يعني للسالي الرقمين. هحطهم جنب الواحد. بقى الواحد ده بدل ما هو واحد بقى واحد وعشرين. واحد وعشرين على السبعة هيديني تلاتة. يبقى الناتج معايا كان تلاتاشر. يبقى. هقول له الوقت اللازم لصناعة واحد وتسعين فطيرة بيزة. تلاتاشر ايه ساعة. تلاتاشر ساعة. كده الحمد لله احنا خلصنا كل اسئلة الدرس ان شاء الله الفيديو القادم. هنبدأ ناخد الدرس التالت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.